اهلا بيك في حلقة جديدة مع تعلم مع العسال والنهاردة هكلمك على حاجة حلوة جدا في او التنسيق الشرطي وهي فكرة ازاي نستخدمها وازاي ان هي تساعدنا في انها يتعبر عن بياناتنا بشكل حلو قوي يلا بينا نتفرج ازاي هنستخدمهم بشكل احترافي جدا وهيفرق معاك قوي 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 بس قبل ما نروح حابب اولك ان بقى في باقات دعم للقناة ده تقدر ان انت تدعم القناة عن طريق تعمل جوين وفي واحدة من البقات دي هي كورس اللي مبتدئين اللي هيوصلك لحد الاحتراف والان شاء الله بنزل فيها فيديوهات كل اسبوع او حوالي تلات او اربع فيديوهات لحد ما هنوصل حوالي اربعين او خمسين فيديو هاخدك من اول اكسل من اول خالص لحد ما تبقى محترف ان شاء الله ويلا بينا نبدأ دلوقتي ونتفرج هنعمليه بالايكون ساتس طب انا يا سيد نشوف هنعمل الحركة دي ازاي انت عندك هنا مبيعات وهدف وفرق فانت عايز شوف الفرق عايزت كده من بعيد كده ممكن يبقى عندك مسلا عشرة تلاف سطر خمس تلاف سطر اي حاجة فانت عايز شوف كده من بعيد الفروق دي اخبارها ايه حلوة وحشة بعيدة قريبة كلام من داوة فانت دا ممكن تعمل الحركة دي بحاجة حلوة جدا وهي ان انت تعمل وتيجي على ايكون ستس لما نيجي كده على ايكون ستس هنيجي نبص كده هنلاقي ايه ده ده هنا يا راجل ده ما باعته خمسة اشرا الف والهدف بتاعها تلاتين ومدين اخضر نفوه ده عكس دي بقى ده احمر وده اخضر يا باش كده طب ازاي ان انا اعدل بقى في الكلام ده ساعتها بعلم عن مكان اللي فيه بتاعي او يعني التنسيق الشرطي واروح جاي هنا كده واقول له يعني عايز اتحكم في الرول دي هلاقي بتاعتي اللي انا مطبقها ساعتها هقول له لما اجا اقول له كده هجا بص هنا هلاقي ايه دي هلاقي هي ان هو ايه مديني لما القيمة تكون اكبر من او تساوي سبعة وستين في المية هتحط تغطر سبعة وستين في المية من اين يعني ده بناء على ايه بناء على على السيرس نفسه هو ملوش علاقة بدور فبالتالي بقى انا كده عندي مشكلة هو بيحسب على الحتة دي فبناء على الكلام ده انا ما يفعش استخدم نسبة ما او ايه انا ساعتها محتاج ان انا استخدم رقم طبيعي وساعتها لازم احط هنا الرقم مانيول واعدل حاجات دي مانيول يعني ايه يعني هقول له بقى ايه لما تكون القيمة اكبر من او تساوي انا مسلا عارف الاهداف او حافظ الاهداف او انا عارف مسلا الاهداف ممكن تكون مقربة لفين او يعني بعيدة عن فين او الكلام ده فساعات هقول لما يكون الهدف او لما تكون انت بعيدة عن الهدف بحوالي عشر تلاف جنيه يعني اكبر من او يساوي عشر تلاف جنيه ساعات هتحطيلي ايه احمر ولما تكون انت ما بين عشر تلاف جنيه لما تكون اقل من عشر تلاف جنيه واكبر من او تساوي اكبر من او تساوي خمس تلاف جنيه هتحطي لي اصفر. ولما تكون اقل بقى من الكلام ده كله يعني لما تكون ما بين الخمس تلاف والسفر هتحطي لي اكتر. فساعتها يبقى ايه? يبقى انا كده ايه? عرفت ان انا لما تكون اقل من خمس تلاف ايه. هتحطي لي ايه اكتر. يبقى انا معنا كده ان انا خلاص ان انا هحط ما بين عشر تلاف اكتر اكبر من او يساوي عشر تلاف هيحط احمر ما بين عشر تلاف وخمس تلاف او خمس تلاف او يساوي خمس تلاف هحط اصفر وتحت الخمس تلاف هيحط ايه اخضر. فبالتالي بقى انا كده زبطت اموري صح بالشكل الصحيح بتاعي. لما ادوس اوكي واروح عامل لاحز بص كده ايه هنا الدنيا عاملة ازاي? او معامل هيك راح بص الدنيا اتغيرت هيا. بقى الخمس تلاف عندك بقت عاملة ازاي? الخمس تلاف عندك اهيه? بقت ايه? بقت بالصفر. والخمس اشر بقت باللحم. والسفر دوت عشان بقى باللخضر. فلو جينا حطينا المباعات هنا وحطينا تمنتاشر الف فديها بفاضل الفين جنيه بس. فممكن تبقى ايه? بالمنظر دوت. طب بتيجي تقول لي ما انا مش عايزة كده انا عايزة بالسفر. يعني انا عايزة السفر يعني اللي هو ما ينفعش يعني اللي اقدر ده ما ينفعش يبقى يعني اللي فاضل له الفين جنيه ينفعش باخدر. انا عايزة بالسفر بالزبط. بساعة اقول لك تعال نبص انا ممكن نعدلها ازاي بقصة دي. هنيجي على برضو نعمل كده ونعمل بتاعتنا ونخش نبص على الرول. ونيجي نبص هنا. لو انا مش عايز الكلام ده يبقى ساعتها هحط هنا سفر. اكبر من يعني ما بين عشر تلاف. ما بين عشر تلاف. يعني لما تقول الفاليو اكبر من او سوى عشر تلاف هتحط ايه احمر. طيب لما تكون لما تكون الفاليو اقل من عشر تلاف وسفر. يعني لما تكون ما بين عشر تلاف وسفر. بس ساعتها بقى نقول ايه اكبر من السفر مش السفر. عشان ساعتها لو انا حطت دي. احطت اكبر من او تساوي السفر. ساعتها هيحصل ايه? يبقى ساعتها هيعمل لي اصفر حتى لو سفر لان انا عامل اكبر من او يساوي السفر. فلازم اقول له اكبر من سفر. ما بين عشر تلاف وما بين سفر. يعني تكون اصغر من عشر تلاف. واند اكبر من سفر. ولما تكون بتساوي اعلي من او بتساوي سفر حتى هدر. ساعتها لما نيجي نعمل الحركة دي. الالفين جنيه دي مش هتسماش هتخضر. وساعتها نقول له بقت سفر. فساعتها الخضر هنا مش هيحسر غير لما تكون سفر. فيبقى انت كده ايه? الناس اللي بتحققها المباعد بس هيلا بتخضر. الباقي كله ايه مصفر. لو هو قريب من الهدف بتاعه بخمس تلاف جنيه. واحمر طبعا لو هو عشرة تلاف جنيه فاكتر يا سيدي بمنتهى السهولة. اتمنى الحلقة النهاردة ان شاء الله تكون عجبتك وانتظرني جول يوم سابت وثلاث مع محمد العسال. في حلقة جديدة ان شاء الله. واشوفك على خير.